السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي المتابعين اليوم درس جديد خاص في كورس الـ PLC المستوى الثالث باستخدام PLC A7200 في هذا الدرس رح نتعلم كيفية السيطرة على إشارات الأنالوج وأيضا رح نتعرف على كيفية التحكم بها حتى بالخلاصة نسيطر على جهازين ديجيتال الجهاز الأول مربوط على الـ Q00 والجهاز الثاني مربوط على المخرج ديجيتال لـ Q00 وأيضا استخدمنا كارت حتى يولد إشارة الأنالوج من صفر إلى عشرة فولت وربطنا على مدخل الأنالوج الأول حتى نتحكم ونقرأ إشارات الأنالوج وكل هذا شرحته بالتفصيل على قناتنا في اليوتيوب الخاص بكورس الـ PLC المستوى الثالث حاليا رح ننتقل إلى الكمبيوتر حتى نبرمج الـ PLC ونتحكم في الجهاز الأول والجهاز الثاني هذا الجهاز الأول والجهاز الثاني بدوره مربوط مع على سبيل المثال فان وهيتر يعني مثل الأول رح يكون فان والثاني رح يكون هيتر حتى نسيطر على درجة الحرارة ضمن رينج معين فعلى سبيل المثال عندما ترتفع درجة الحرارة رح يشتغل الـ Q00 اللي بدوره مربوط على فان للتبريد والـ Q01 رح يشتغل إذا نخفض درجة الحرارة أقل من المقرر لها رح يشتغل الـ Q01 حتى يعمل تدفئة للمكان حاليا رح ننتقل إلى برنامج Tia Portal ونتحلم كيفية السيطرة على هذه الأمور في الدرس الماضي تعلمنا كيفية قراءة إشارة الأنالوج وعرفنا كيفية البرمجة الخاصة بها وكيفية عمل الخاصة بإشارات الأنالوج فعلى سبيل المثال إشارة الأنالوج اللي متصلة مع الـ PLC رح تدخل في مدخل الأنالوج IW64 وعرفنا كيفية معرفة العناوين الخاصة بكرت الأنالوج بعد ذلك رح تتحول إلى من صفر إلى واحد كقيمة وتخزن في الـ MD10 باستخدام دالة وبعد ذلك رح نعمل لها على ضوء التغير أو على ضوء الرينج الخاص بمرسلة الحرارة على سبيل المثال ربما تمثل هذه الإشارة الأنالوج أمور ثاني ليس فقط درجة حرارة ربما يكون ضغط ربما يكون level ربما يكون مثلا كل هذا أنت بإمكانك أن تستخدمه بنفس الطريقة بعد ذلك رح نعمل للإشارة من صفر إلى واحد نعمل لها سكيل على ضوء الرينج أو الليمت الخاص بمرسلة الأنالوج أو حساس الأنالوج فعلى سبيل المثال فرضنا هذه الإشارة تمثل درجة حرارة من صفر إلى ميتين أوكي بعد ذلك رح يعمل لها سكيل ويخزن في الـ MD14 هذا الـ MD14 هو رح يمثل المحصلة النهائية لقراءة إشارة الأنالوج حتى يمثلها بهيئة درجة حرارة أوكي هذا رح يكون التغير الخاص بي من صفر إلى ميتين درجة سيليزي ومثل ما ذكرنا ربما يكون السنسر مختلف يعني ليس شرط أنه يكون درجة حرارة حتى نعمل كونترول بسيط رح نستخدم دالة الـ compare أو المقارن هذي أوكي رح نعمل نستخدم الدوال المقارن على سبيل المثال greater than رح نستخدم دالة greater than بالنيتورك الأولى والlist done رح نستخدمها بالنيتورك الثانية هذي اللي لس done وهذي greater than أوكي هاليا اللي أريد أسيطر على الـ MD-14 فرح أكتب MD-14 بالأعلى MD-14 أوكي بهذه الطريقة عرف هو مباشرة أنه هذا الـ MD-14 هو ريال لأن بالتاغات إذا نذهب إلى التاغ هذا الدفولت تاغ أنه نلاحظ أنه الـ MD-14 هذا الـ MD-14 بهيئة ريال نوع البيانات الخاصة به هو من نوع ريال أوكي بعد ذلك بالنسبة للـ list done أيضا الـ MD-14 أوكي بعد ذلك greater than هذي خاصة بالتبريد أوكي على سبيل المثال فرح أذكر أنه إذا أصبحت درجة الحرارة أعلى من خمسين درجة خمسين بوينت زيرو أوكي رح يتفعل هذا الـ CONTACT من يتفعل هذا الـ CONTACT رح يربط مع الـ Q0.0 فرح أختار Digital Autopoot هذا أوكي وأربط مع الـ Q0.0 أوكي هذا رح يبقى فعال الـ Q0.0 رح يبقى فعال ما دام درجة الحرارة أعلى من سبعين درجة عفوا أعلى من خمسين درجة سيليزي أوكي بالنسبة للـ list done على سبيل المثال رح يكون إذا أقلت عن 25.0 يعني إذا أصبحت درجة الحرارة أقل من خمسة وعشرين درجة سيليزي رح يقوم بتفعيل الـ Q0.1 اللي مربوط على الـ Relay الثاني من هذا الـ Relay أنت بإمكانك أن تربط بدورة CONTACTUR 220V وبدور هذا الـ CONTACTUR رح يتحكم بالـ HEATER أو الفان يعني هذا الـ Relay رح يكون وسيلة حتى يتحكم بالـ CONTACTUR و الـ CONTACTUR هو رح يتحكم بدائرة الباور اللي متمثلة بالـ FAN والمتمثلة بالـ HEATER حاليا دائرة جدا بسيطة بإمكان أن تستخدم يعني ليس شرط أنه أكبر أو أصغر بإمكان أن تستخدم العديد من الدوال اللي شرحناها ضمن كورس الـ PLC كورس الـ PLC تعلمنا في الحديد من الأدوات ضمنها الدوال الخاصة بالـ الـ Comparator اللي هي الدوال المقارنة شرحنا الـ OK الـ Not OK الـ In range الـ Out range كلها شرحتها بالتفصيل في هذا الكورس حاليا بعد ما كملناه فقط بقت عندي خطوة وحدة هو أتأكد أنه الـ Q0.0 يمثل الأوتبوت الأول والـ Q0.1 يمثل الأوتبوت الثاني حتى أتأكد راح أذهب إلى الـ PLC هذا اللي عندي أوكي بعده Device Configuration فقط أتأكد من الأدرس مضبوط هذا هو الـ Configuration properties أوكي هذا properties الخاص بالتاقات بعد بـ properties راح أختار الـ Unput Output Tag هذي مثل ما تلاحظ الـ Output مضبوط لـ Q0.0 والـ Q0.1 اللي تم رابطها التاقات الخاصة به هي موجودة بالـ Default Tag Table أوكي وأيضا أقدر أتأكد من هذا Unput Output بالنسبة للـ Output يبدأ من 0 إلى 1 هذا كـ Byte يعني 0.0.0.1 0.2.0.3 وهكذا إلى أن ينتهي 1 Byte 1 Byte يعني 1.0 راح يكون بالنسبة للـ Byte الثاني هذا بالنسبة للـ Output يعني التاقات مضبوطة أوكي أو الأدرسات مضبوطة أوكي راح أرجع على المين هذه المين بعد ما تأكدنا من الكود راح أعمل Compile حتى تأكد من الكود ما بأي error نقل أيمن على المين وبعدها Compile Software Only أوكي نتأكد نعمل Compile حتى إذا موجود بـ Error أو الأمور تمام أوكي حاليا No Error والـ Warning 0 أوكي يعني الأمور كلها تمام راح أعمل Download راح نحمل هذا الكود على الـ PLC حتى الراقب عملنا أوكي بعد ذلك راح أعمل Load من عملت Load مباشرة تم تفعيل الـ Q01 أوكي راح نعمل نعمل Monitoring هذا Monitoring ضغطه أوكي هاليا مثل ما تلاحظ درجة الحرارة 24 يعني أقل من 25 إذا أقل من 25 راح يفعل الـ Q01 اللي هو يمثل بدوره الـ Heater أوكي من 9 درجة الحرارة أعلى من 25 راح يتم تفعيل أو أو يطفل الـ Q0.0 والـ Q0.1 يتم أطفاها إلى أن ترتفع بعد أزيد إلى 50 درجة بعدها راح تتفعل الـ Network 2 حتى يتفعل الـ Q01 أوكي إذا ارتفعت درجة الحرارة أعلى من 50 حاليا مثل ما تلاحظ تمام هذه هي الدائرة أوكي تم تفعيل الـ Q01 هذا الـ Q01 وحاليا هذا الرلي فعال راح أرفع الفولتية اللي بدورها راح ترفع درجة الحرارة مثل ما تلاحظ أوكي وأيضا إذا تلاحظ على الشاشة حاليا درجة الحرارة 32 أوكي الـ 1.5 ضمن هذا الرنج وضمن هذه المواصفات اللي كتبتها بالكود البرمجي هي راح تتمثل 32 درجة سيريزي أوكي هذه هي الـ 32 حاليا قاعد يقراها حاليا يقرأ درجة الحرارة ويعمل لها مقارنة على ضوء الدالة اللي أنت مستخدمها أوكي حاليا 1.5 راح أرفع قليل أوكي حاليا 39 مثل ما تلاحظ 39 درجة وهذا هو مدخل الـ 1.5 اللي يمثل الـ 1.5 اللي داخل الـ 1.5 أوكي مثل ما تلاحظ حاليا درجة الحرارة 48 أوكي وبعد الـ 0.0 مطفي والـ الـ الـ 0.1 أيضا في عملية الإطفال هاليا راح أرفع قليلا أوكي 57 درجة مثل ما تلاحظ واذا ارتفعت أعلى من 57 راح يتم تفعيل الـ تتسيطر على درجة حرارة تتسيطر على لفل معين تتسيطر على مثلا فلو ميتر بنفس الطريقة أنت راح تعمل المعادلات بعد في عمليات أكثر تحقيدا للسيطرة الكهربائي حتى نسيطر على أمر معين لإشارة أنالوج في دالة البي آي دي كونترولر وأيضا هناك العديد من الدول إن شاء الله راح أشرحها في الدروس القادمة بشكل مفصل وأيضا بشكل عملي إن شاء الله راح تكون على قناتنا في اليوتيوب حاليا راح أبدأ بالتقليل مثل ما تلاحظ أوكي لكيو زيرو زيرو كيو زيرو إطفاء أوكي 24 بوينت تسعة تم إطفاءها حاليا تم تفعيلها 26 حاليا إذا تلاحظ عفوا الـ 24 بوينت تسعة تم تشغيلها تم تشغيل دي كيو زيرو أوكي أرفع قليل مثل ما تلاحظ 27 تم أطفاءها أوكي إن شاء الله يكون هذا الدرس واضح للجميع تعلمنا كيفية التحكم وقراءة والسيطرة على إشارات الأنالوج أعجبك الفيديو لحد الآن غير عام اللايك الرجاع أم اللايك للفيديو وبالإمكان أيضا دعم القناة ماديا من خلال الميزات اللي موجودة على قناتنا في اليوتيوب سواء كانت ميزة الانتساب أو ميزة شكرا حتى تكون هناك فرصة لتطوير محتوى ومعدات القناة إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء